كان لتحرير مدينة غريان وقع أبعاد سياسية عدة من أهمها إجلاء الستار الهش الذي كانت تلتحف به بليشيا حفتر لتخفي تحالفات إقليمية ودولية كان هدفها الإطاحة بدولة ليبيا وانتهاك سيادتها وبأيد الليبية اشتارها مجرم الحرب حفتر أظهرت مقاطع فيديو نشرها إعلام عملية بركان الغضب أسرى تابعين لمجرم الحرب حفتر كان من بينهم آمير سرية حماية غرفة العمليات أدل باعترافات مهمة وأقر بوجود جنود فرنسيين وإماراتيين برتب مختلفة وأنهم يديرون المعركة من هناك وعثر الجيش الليبي على أسلحة أمريكية متطورة وبحسب صحف محلية أمريكية فإن هذه الصواريخ من نوع جيفلين خارقة للدروع لا تبيعها الولايات المتحدة إلا لحلفائها المقربين أثار هذا الخبر ضجت في الوسط السياسي الأمريكي وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها فتحت حقيقا في كيفية وصول هذه الأسلحة لحفتر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن علامات على صناديق الصواريخ أشارت إلى أنها من الإمارات العربية المتحدة وقال السيناتور مينينديز البارس في لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو من المؤكد أنك تدرك أنه إذا ثبتت صحة هذه الإدعاءات فقد يكون القانون ملزما بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة دعا ذلك دولة الإمارات في الثاني من يوليو الجاري أن تنفي تزويدها أي جماعة مسلحة ليبية بصواريخ أمريكية قوية وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مسؤولين غربيين وبعض المحللين ردوا على الإنكار الإماراتي بدرجة من الشكوك مشيرين إلى أن الإمارات انتهكت مرارا وتكرارا الحظر المفروضة على الأسلحة لصالح حليفهم خليفة حفتر نشرت وكالة رويترز العالمية اليوم بيان للجيش الفرنسي يؤكد أن جنودا فرنسيين كانوا يقاتلون بالفعل في ليبيا وأن هذه الصواريخ كانت بحوزتهم وأضافت أن الهدف من الصواريخ كان الحماية الذاتية للجنود الفرنسيين الذين أرسلوا للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب حسب وصف البيان ويرى محللون والسياسيون متابعون للشأن الليبي أن تحرير غريان أكد وجود مقاتلين فرنسيين ودعما إماراتيا فرنسيا لا يخفى وسلاحا أمريكيا متطورا وطائرات مستمرة والذي يعد انتهاكا للحظر المفروض على ليبيا متسائلين في الوقت ذاته عن دور وزارة الخارجية الليبية في التعاطي مع هذه المستجدات لجمع التدخلات التي من شأنها تمديد الصراع وتقوية المتمردين المترجم للقناة